اشتركوا في القناة مشهدا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النماء والتطور بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكر استقلال بلاده ضمنها سموه خالص تهنه وتمنيته لجلالة العاهل المغربي بدوام الصحة والسعادة ولشعب المغرب الشقيق المزيد من التقدم والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة مشهدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه مع السيد سعد الدين العثماني الوزير الأول بالمملكة المغربية مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكر استقلال بلاده عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بهذه المناسبة المجيدة متمنيا سمو ولي العهد لجلالته وافر الصحة والسعادة وللمغرب وشعبه الشقيق كل التطور والنماء مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلتين إلى كل من صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي العهد بالمملكة المغربية وإلى معالي السيد سعد الدين العثماني الوزير الأول بالمملكة المغربية